أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلا بك يا مارينة أهلا فرحة النهاردة مارينة هنتكلم على الحروف المقطعة وحيرة العلماء ده عنوان الحلقة اه ده عنوان الحلقة شوف يا مارينة قالوا لنا أن القرآن هو عربي مبين نعم هنشوف بقى هو عربي مبين والعربي مش مبين الأول الحروف المقطعة يعني ايه الحروف المقطعة؟ قالها محمد بيبتدي في الصور في بعض الصور حروف كده محطوطة مش عارفين معناها ايه الصور دي الرسول قال عليه الآيات دهية أو الكلمات دي بتعتبر آية لوحدها تعتبر آية يعني أول مثلا حرف حرفين يبقى آية يبقى آية وبعدين قال لهم لو آية الكلام دي مثلا كلمة معينة قال لهم لا دي ما تتكتبش ما تتقلش كذا دي تقطعوا الحروف آه آه فأقول كذا حرف كذا حرف وكذا حرف فهو ده الإسماعي القروف المقطعة طب يعني أنا دلوقتي تعرف أجيب آية مثله يعني أنا مثلا لو قلت جيم طب ما دي آية آه فخلاص أنا جبت زي المشكلة نشوف 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 آه في صورة القلم بيقول إيه نون والقلم وما يسترون نون دي آية تمام فبيقول لك إيه ابني كثير بقى العلماء بقى بيتخبطوا طب الرسول يعني بدل ما العلماء تخبطوا قال لهم قال لهم إيه ده قيل المراد نون طلع حوت عظيم على طيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين السبع سبع أراضي حوت وقف عليه سبع أراضي الأرض الأولى والأرض التانية أنا مش عارفة إيه سبع أراضي سبع طبقات سبع طبقات وأستك وبعدين بيقول إيه عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وماذا أكتب ده الألم اللي بيقول وبعدين الألم الألم اتخلق ماشي ماشي كل حاجة هنشوفها قال اكتب القدر ابتدى يكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة عاد يكتب 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 على البشارية القدر بتاعهم ماشي ثم خلق النون يبقى خلق الألم وخلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء ففتقت منه السماء وبسط الأرض على ظهر النون ده مين؟ ده ابن كسير اللي بيقول الكلام ده إن إيه لما عمل كده ده النون اللي هو الحوت العظيم ده أم الله أكبر حاطت عليه إيه؟ بسط على الأرض آه كأنها يعني فمادت الأرض آه فمادت الأرض الأرض قاعدت تعمل كده إيه 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 كده لأن الحوت بتحرك آه فأثبتت بالجبل أما الله جايب مثبت هنا كده جبل وجبل 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 عشان الأرض إيه فإيه فإنها لتفخر على الأرض مين بقى الجبال بتفخر أنا اللي مثبتاكي أنا اللي معينيك أنا عايز أقولك يا فرحة أنت في سر ابن كسير كورتبي والطبر والجلدي أي طالب أزهري هيروح فاستر لنا ما هو حرف نون هيقول الحوت بالزبط يعني أنت متخيل أن كلهم أجمعوا النون لأن طبعا ده قرآن زنون وكده آه اللي هو الحوت زنون اللي هو النون اللي هو الحوت آه يونس يونس زنون اللي هو الحوت يونس اللي هو الحوت بتلعه فأنا عايز أكت أتخيل أن هذا هو تفكير رسول الإسلام والصحابة والمفسرين أن الأرض على حوت ده حرف النون ده عارفه معناه الحمد لله طلع خرافة بس عارفه معناه ماشي قاف قاف القرآن المجيد يقولك إيه واختلف في معنى قاف لأن التفسير تويل كده جدا في تفسير القرطبي أنا أختصر هاخد منه بعض المقتطبات يقول كده عن وعاكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمورد خضراء وأخضرت السماء منه وعليه طرف السماء والسماء عليه مقبية وما أصاب الناس من زمورد كان من تساقط من ذلك الجبل يبقى الجبل ده قاف ده جبل بيحيط الأرض كلها فين ده إحنا دلوقتي دلوقتي فيه مرس عاية فيه جوجل قرس يعني ورونة وبعدين بيقولك كمان إن قاف ده اسم وليس بهجاء قال ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل قلت لها قفي فقالت قاف أي أنا واقف وبعدين يقول كده وهذا واكن حسن وقد تقدم أول البقرة وقال وهب أشرف الزلقرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغيرا فقال له ما أنت قال أنا قاف قال وما هذا الجبال حولك قال هذه عروقي يا سلام يعني شوفي جبال جبال قاف طيب ما طلع عروق اللي هي الجبال الزهول وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي إذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض طيب فقال له يا قاف اخبرني بشيء من عزم الطلاب ما شاء الله يعني ذو القرنين بيكلم قاف قاف بيرد عليه يعني وعروقي وبتاعه نول اسكندر حسن أنا في فيلم خيال في خيال فعلا خيال علمي فبيقول له يا قاف اخبرني بشيء من عزم الطلاب فقال إن شاء ربنا إن شاء ربنا العظيم وإن وراء أرضا مسيرة مسيرة خمسمائة عام إلى آخر التفسير كتير جدا أنتوا روحوا شوفوا وباقي التفسير لكن في حتة في التفسير بتقول إيه وقال ابن عباس قاف اسم من أسماء الله تعالى أقسم به وعنه أيضا إنه اسم من أسماء القرآن وهو قوله قتادة يعني ابن عباس القاف ده اسم الله يعني نقول يا قاف بسم الله القاف الرحمن الرحيم وقالوا إن اسم من أسماء القرآن هاي طب إيه بتقول لده ليه لأنه ما قاله همش وكنت قلت يعني إيه قاف ده يا تعويزة ولا حاجة طيب في سورة صاد بتقول إيه صاد والقرآن ذي ذكر القرطبي قال إيه سؤال نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس عن صاد فقال صاد كان بحرا بمكة يعني مرة جبل وده بحر وده وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار وقال السدي وروا عن ابن عباس وقال محمد ده هو مفتاح أسماء الله تعالى صمد صانع المصغات وصادق الوعد ده صاد واخدين إيه الحروف الأولى من إيه صانع صمد صانع المصنوعات وصادق الوعد اضحك بقى قال إيه معناها صدق الله وعنه أن صاد قسم أقسم الله به وهو من أسماء تعالى يعني اسمه صاد كمان الله اسمه صاد الصورة ده خلص نفسه على طول وقيله هو مما استأثر الله تعالى بعلمه إيه ده معناه إيه وهو معنى القول الأول فتحة الصورة إيه ده يعني إيه أنا مش فهمه هو اسم من أسماء الله ولا هو بحر هما لما يحتاروا يعني يمكن كده ويمكن كده ويمكن كده طب ليه طب أنا عايزة أعرف الله خاطت حروف مقطعة ليه في أول الصور بل هاش أي معنى بالزبط فيه بيقولك يا فرحة إيه أصلي هذا الكتاب من هذه الحروف لا لما في حروف كتيرة هما كم حرف وافرد أنا لما أكتب كتاب مثلا إنجليزي أقول أروح أطلك كم حرفة من أول المقالة والأول الكتاب بالزبط عشا أقول لك أصلي الحروف دي من دي ما دي حاجات ما دي طبيعي خلينا نروح لصورة فصلت بيقول إيه حاميم دي روحت للمفسرين هربوا ما حدش عارف يوردي مش عارف أنا عندي سؤال في دي يا مارينة حاميم ليه عملينها متشبكة مش هي المفروض مقطعة زي ما الرسول قال حم نقول حم واللي هما هو بالمزاج شوفي بقى هو يقول لك إيه هما يردهم يقول لك ده التوطر وبتاعه إحنا ملناش دعوة إحنا حفظونا كده كل حاجة كده ملناش دعوة لكن روحت لصورة النمل اللي هي إيه طا طا سين برضو هي ما تشبك تشبكها برضو بس لازم تقولي بها طب أي حاجة هيحتروا فيها يا تأكدي أي حاجة هيحتروا فيها أقول لك ده اسمي من أصم الله هيقول لك في تفسير التبر إيه عن ابن عباس إن قوله طا سين قسم أقسمه الله وهو من أسم الله طا طا سين آه آه ماشي من تخيل الله بقى بيكلم بيقسم بيقسم بطا سين طا سين آه قسم لأن اسم من أسمعه آه وبعدين يقول لك عن ابن عباس فالوجب أن هذا القول أن يكون معناه والسميع اللطيف ما تسألنيش إزاي ما لنجد دعوة ما تسألنيش إزاي طا سين تبقى سميع لطيف آه سميعه يمكن كل حاجة ممكن ما هم احتروا يعني إحنا عنوان الحلقة النهاردة إيه حيرة العلماء الزب في الأسماء المقطعة وحيرة العلماء هم احتروا طب إنت يا رسول الإسلام ليه ما قلتش الحروف دي إيه لازمتها إيه واسمها آية من آياته القرآن وده العربي المبين آه طيب ألف لام ميم دي أنا حفظها خالص ألف لام ميم ألف لام ميم كنت بقولها كده آه الحمد لله خلصت آية من القرآن آية بقى دي آية تفسير الطبري بقى قال إيه أبو جعفر اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله ذكره ألف لام ميم فقال بعدهم هو اسم من أسماء القرآن وقال إيه أسماء بقى مين اللي قال إنه اسم من أسماء القرآن وبعضهم قال هو فواتح بفتق الله يفتح بيها الله القرآن يا السلام يا سلام ألف لام ميم فواتح طب ما فتحش بيها الصور كلها ليه ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم مش معنى أعرف يا فرحة طبعا في معلومة كده يعني إن الحروف ليها أرقام يعني الله أعلم إن الحروف دي لها أرقام كان قصده حاجة كان قصده سر سر معين إحنا مش عارفين إيه ما يكون أي كلام برضو آه ليه ما قالوش ليه ما قالوش يعني هو سر بينه وبين الله الله والله الله بتدينا كلام مش مفهوم ليه أنا أنا حعمل إيه بالسر ده إذا كان غير مفهوم صح صورة الأعراف ألف لام ميم صد تفسير الطبري برضو بيقول قال بعضهم معناه أنا الله أفضل أنا حتى كارنت يعني ألف لام ميم صد طب إزاي أنا الله أفضل معرفتش أفضل يمكن أفضل مش عارفة أفضل إزاي حتى ما فيش أنا الله أفضل عشان تبول ميم طيب ما فيش أنا الله أفضل وعن ابن عباس ألف لام ميم صد أنا الله أفضل برضو ابن عباس قال نفس الكلام نعم يعني ماشي وراء ما يقولك سهل وسعيد ابن الجبير قال نفس الكلام ألف لام ميم صد يعني أنا الله أفضل وقال آخرون هو هجاء حروف اسم الله تعالى الذي هو المصور المصور يعني دي تبقى بالمشابك احنا مش نقدر نقرأها بالمشابك بس هي اختصار كلمة المصور طيب أنا عسى لك راح شايري لنوا والره طيب أنا أنا إيه ليه رأي في الحتة دي وممكن يعتبروني بقى ابن عباس بس أكمل الحتة دي وقل لي رأيك وقال آخرون هي اسمي من أسماء الله أقسم ربنا به ده في نفس التفسير طيب فنشوف رأيك طيب ألف لام ميم صد كويس هي كانت مكتوبة لأول المصور وكان الكاتب نعس برضو أنا بقولك كده مش حصلت حصلت في القرآن وقضى ربك ها دي اختل حين الكاتب المصحف اختلت الواب بالزبط وموجودة في الكتب هي وقضى لا هي ووصى أيوة ووصى ربك وفي تأفيق آيات تانية فعلا مكتوبة مثلا أفلامياء يقص المفروض أفلامياء تبين بزبط كده الكاتب نعسن نقط كده الكاتب نعسن طب وليه ما يكونش مثلا ألف لا ميم صاد دي كانت المصور وبعدين وهم بس أنا هقولك حاجة أنت لو أصبتي لكي أجران ولو أخطأتي لكي أجر كل عند العرب سيقولون نجحة نجحة فأقولي ليه نفسك في بس بزمتك مش أنا أحسن من عباس والجماعة دولة بطريقة بفكرتها حدش هي لهم عليك لكي أجر ليه أجر أجر لو أخطأتي تعالي نشوف سورة مية مريم سورة مريم آه كاف هي يعين صاد نعم في ناس بيقروها كايعص لا دول المسيحيين دول المسيحيين شوفي أنا مليش دعوة مسيحيين ولا مسلمين هي مكتوبة زي المسلمين مش بيقروها كده بس المسيحيين تحت أعلمين يا مارينا ما أحب يا مارينا لا مش كده أنا مسلمة سابقها وأنت عارفة كويس كده رغم اللي بيكذبوني لكن مش مهم أنا كنت بقراها كده أحنا بنقول المسيحيين اللي بتقروها كده غلط هي سنع كافها يا عين صاد ما أطعوا أنا من صغري من عومة أظافري كنت بقى بقراها كافها يا عين صاد كده بالنفس اللفظ طيب دي في سورة مريم نروح على تفسير الطبري قال لك إيه اختلف أهل التأويل في التأويل اللي بحليز ما حدش فاهم حاجة ما حدش فاهم معناها أصلا آه كاف من كهيعص من كهيعص هو قال كده لا 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 أنا ربها كاف من كاف هي يا عين صاد فقال بعضهم تأويل ذلك إنها حرف من اسمه الذي هو كبير طب حمد الله يعني الله كبير علم دل به عليه واستغنى استني بسا واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم آه يعني كبير يعني عمل اختصار يعني فرحة فاهم أنا حط فاهم وخلاص تحرين ومرينا ميم خلاص وبعدين واستغنى بذكره عن ذكر باقي الاسم ذكر من قال ذلك حدثني أبو حصين ووووو والجماعة دولة كله عن ابن عباس في هذه الآية كاف ها يا عين صاد قال كبير يعني بالكبير الكاف من كاف ها يا عين صاد وبعدين قالوا ايه قال سنة حسين عن اسماعيل ابن راشد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثله آه بس هيا دي يعني الحتة المهمة في الحروف المقطعة ترجمة نانسي قنقر